نوسي كحام الإنعاء الأولى في تونس مع إياد دهماني صبح النور أيود صبح النور يمين وتحية المستمعين للكل بربي قبل ما ندخل في الموضوع شاء الله خير والفريق انت على البرنامج متقلقين وبرشة كلام يحكيوا على اللي انت باش تفعل فصل 97 من الميثاق التحرير بتاع موزايك ولي انتبروا لي هذي انقلاب ولي انت معتها باش تحول معتها اللي داعي كلها أحلى صباح تبدأ من على الخواني بتاع نادية لليل وهذا أثار برشة بخوف هذي انقلاب نعم معتها مثلا انقلاب ات الناعمة معتها مش جوي هذي انقلاب بواتساب هذي انقلاب بواتساب مثلا ياخد قرار بينه وما تيترد نسكل مثلا هذي انقلاب ما جيش انقلابات هكا تاريخ معتها اللي قلت ومتصور انو ايك في فرض عمر معتها مبار معتها تاريخ القرنية اياد هذي انقلاب بميل وبواتساب وبوراق هذي انقلاب ما جيش هذي انقلاب مبرمج وعلى المكشوف هذي انهار الاربعة ستة نصباح بلاي مش نعمل انقلاب هذي انقلاب بجاع ربي لجيو ماخر ويجيو ماخر والحاضر يبلغ الغيب انو رأو في انقلاب حطا في انقلاب جيو ماخر يا رسول الله وذك عليش هو يبدو انو ذك عليش مصارش حتى انقلاب لانو نسكل جيو ماخر جيو ماخر اداية واحدة من الاسباب ولي بشام نعوم يجيو ماخر زادة ماذا دي مكيكة رح منو كتدي تصير على الجمهوريات الموز يقولك في الانقلابات انو اللي يقوم له هو اللي رئيس ناديا نرموها كتولي ناديا معطا ناديا معطا اصلا هي تقيم سهردوك بشي على ذاك الانقلابات ذاك الانقلابات ارجعنا مرة اخرى للاحديث عن الانقلابات في تونس وهذا موش جديد ان شاء الله طوام بعد هاجر بش تحكي لنا على السلسل الفرضيات الانقلاب اللي تحكي عليها في السنين الاخر ولكن هو بيناتنا مين انو في الحقيقة البارح خممت واخديه تقرار بش نتكلمش عن الموضوع انو الموضوع ياسر تافت تفهم بعد كتشوفوا اللي هو ياسر تافت ولكن كتشوف الامبلور اللي اخداتها الحكاية واللي ريزو سوسيو يولي واحد يحس انو من دوره بش يفسر الناس بش ميقعدش الانطباع عند المواطن فسر المستمعين شمعانة هسه عن انقلاب هو الانقلاب شمعانة واحد يعمل انقلاب الانقلاب هو شكون يستولي على السلطة خارج الادوات الدستورية وإلا بالتعصف عليها انو بيستعمالها بطريقة غير معقولة ولكن الرائش في العالم انو الانقلابات تصير بالقوة كليلة الانقلابات النعمة اللي تحكي عليها في العادة انو الانقلابات مثلا نعطي مثال في تونس انقلاب نعم صار نعم تم تفعيل فصل في الدستور اللي يقول في حال تعجز رئيس الجمهورية على ممارسة مهامه هذي اللي خلت زين العبيدي بالعلي رئيس السابق ياخذ بلاست الحبيب برجيبة ولكن مثلا البارح في مالي تم الجيش كبض على رئيس الدولة ورئيس الحكومة وهزوم البلاسة يبدو انه معانتها ما يروش هذا اسمه انقلاب مش ورقة طايشة على الانترنت لا بعثوا ميل لا بعثوا واتساب لا ويز مش نعطيه المعلومات الدقيقة لناس مش يفهموش لانه يمكن معانتها الناس تقرأ جرائد انقلاب ولكن ما يفهموش فم موقع اسمه ميدل إيست آي معانتها عين الشرق الأوسط هو موقع بالانجليزية اللي خرج مقال يقول فيه سري مطلق وثيقة رئاسية تتحدث على انقلاب في تونس ويحطوا في وصل الارتكل للوثيقة هذه الوثيقة هذه هي معانتها يتسمون نوت بلونش معانتها مدير الديوان الرئاسي حول تفعيل الفصل ثمانين من الدستور بيه خلينا نعملوا قوس هنا شنو الفصل الثمانين هو اللي يقول في حالة خطر داهم رئيس الجمهورية عنده الحق ياخذ تدابير استثنائية بعد معانتها استشارة المحكمة الدستورية دونك دجاه هي من هنا كلها حكاية غالطة دونك دجاه معانتها محكمة دستورية اللي هي الشرط لتفعيل الفصل الثمانين من الدستور دونك اخرجنا من السياق هذا من بعد اللي كاتب الرسالة هذه يحكي على الحالة الاستثنائية اللي تعيشها البلاد يعطي ارقام على نسبة النمو على الفساد على البطال على غيرها ويحكي حتى على الوضع السياسي ويقول الإجراءات المزمع اعتمادها في تفعيل الفصل الثمانين من الدستور يقول اولا الدعوة لانعقاد مجلس الامن القومي اللي معانتها نحب نذكر ان مجلس الامن القومي يحضر فيه رئيس الحكومة ورئيس البرلمان هو صاحب الرسالة يقترح انه معانتها الحاضرين يكون من بينهم زادة محافظة البنك المركزي ومدير امن معانتها مدير الامن الرئاسي ورئيس لجنة المالية ومن بعد يقول على اثر تدارس المواضيع المذكورة يتولى رئيس الجمهورية في وسط الجلسة يعلم رئيس الحكومة ورئيس البرلمان اللي هو بش فصل فعل فصل الثمانين اللي هو في الفصل الثمانين يشترت استشارة رئيس الحكومة ورئيس البرلمان دونك يقترح انه في وسط الجلسة يعلمهم باش ما يرجعوش ويتشاور ويحكيو ومبعد يقول ترفع الجلسة دون السماح للحضور بمغادرة قسر خارتاش معناتها السيد يقتراحين رئيس الجمهورية بعدما يرفع الجلسة يعطي تعليماته وما يخرج حد وجعل منطقة القصر بصيفة قبلية وبعدية من تقبل الاجتماع وبعد الاجتماع مفصولة بصيفة موقتة عن شبكة الاتصال والانترنت مش يقصوا الانترنت والتليفون على قصر الكرتاج ويتولى رئيس الدولة التوجه بكلمة للشعب بحضور رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة رئيس الجمهورية في الكلمة متاعه يعلن انه يكلف مدير الامن الرئاسي بوزارة الداخلية يعلق تخليص معاليم الكهرباء والماء والهاتف والانترنت والقروض البنكية والإيجار المالي والمعاليم الجبائية والمساهمات الاجتماعية لمدة 30 يوم بالله لحلة لحلة ما تتوح دعم الانقلاب أول حاجة يعملها ما تخلصوش الضو شنية هذا ما تتوح دعم مشكلتنا فتورات الضو وضع شخصيات ضد في الإقامة الجبرية شكوهم يقول نواب سياسيين رجال عمال أصحاب نفوذ أعفاء الولاد القيام بتحويرات على رأس الإدارة العامة تحوير وزاري كامل ما تتوح دعم كان رئيس الحكومة ولكن يعاين الوزراء ما تتوح دعم ما تتوح دعم لا 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 هذي خلاصة الوثيقة سؤال لوليني على حرافية الموقع مبعوث لمديرة ديوان رئاسي سيدة ناديعكش وش كون بيعثهولها ها ما وش محدود ها كيكا ورقة طايرة معتها يوصلوا ها حاجتها كيكا ما غير إمضاء و ما غير حد شاي معتها في رئيس الجمهورية نجم ونرقاه وراق من نوعه هذا يوصلوا شو معانتك جي من خارج رئيس الجمهورية ها وراه ومعانتها ذاك عليش أن نتوى معانتها نقول لك موضوع تافه تعرف كيف داريس الجمهورية ورئيس حكوم ولا حتى وزير ما عندكش فكرها الرسائل اللي يجيه أي مواطني نجم ياخذ ورقة ووردينتور ويكتب رسالة ويقترح يقولوا نعملوا مفعل نووي نعملوا مفعل نووي معانتها نعد موفلان نعملوا تعادل زوجات كل واحد يكتب اللي يحب دونك الاستناد لوثيقة مرسلة لرئيس الجمهورية على إنها وثيقة يا هذي أي واحد نجم يكتب على فرض يسع خلنا نرجع الفرضيات فرضي الليولة إنه الرسالة هذه موجودة خطر روفة مفرضية أخرى مش معانتها إنه الرسالة هذه ماش موجودة وإني تنجم تكون مختراع السيد اللي عمل الموقع وقتها هذه المنتظر حسب الوثيقة يقول قبل ما تنتهي الأجال متاع طعن في المحكمة الدستورية مش معانتها احنا ما صادقوا على قانون متاع المحكمة الدستورية انتروتون فم 30 نايب طعنوا فيه قدام هيئة الوقتية الدستورية القوانين وكيفاش يبروا صاحب الرسالة العظيمة هذي يقولوا راهوا بعد الطعن اللي هو ينجم ما يجيش لصالح رئيسة الجمهورية ويقول ويحط رئيسة الجمهورية في فرضية إنه يلزبوا يمضي على القانون يقولوا وقتها ستروتاء لأنك بوقتها بشتوالي فهمها محكمة الدستورية وندخلوا فيه يقولوا أحسن حاجة تستبق قبل المحكمة الدستورية وتعمل اللي تحب عليه دوق سعر الرسالة هذي فرضية ولا بنيش موجودة ونجم نختراعها واحد يحب يخلق الجو هذي والبلبلة وإضعاف رئيسة الجمهورية والبلاد ماهيش نقص كلام على الانقلابات وإحنا معناتها ما أنت في الاستقرار السياسي العينينا دوق يقولوا ياسر عليهم استقرار سياسي خلي تتحرك الامور شوية خلي برامج تلقى ما تحكي كيف نحن اليوم مثلا كان فمش رسالة هذية رام القينا ما نحكيه مثلا الحمد لله الفرضية ثانية أن الرسالة موجودة ولك رسالة موجودة معناتها ماهوش بالضرورة سعر حاجة الغالطة أنه الموقع قدمها كوثيقة رئاسية معناتها مهي مهيش من هي مفهمة حتى شي يقول هي وثيقة رئاسية بل اللي يعرف يقرأ ظاهر أنه السيد اللي كتبها خارج مؤسسة الرئاسة على خاطر موضوع مثل هذه الأمية وهذه الخطورة ما نتصورش السيدة نادي عكاشة واحد من المستشارين معها يقولوا بربي أبعث لي ورقة كل يكباش عليك لحكينا فيه بالله لعلى ننسى ولا حاجة كيف نعمل ننقليه بذكرني دونت هذية ماهتها استبلاه للناس تقديمها على أنها وثيقة رئاسية ده أسمعني هاولي بالفايدة أختنطا من الوثيقة وكل شيء وقتش يخرجوا نوع الإشاعات هذوما سياسيا وقليا من المستفيد من هذه الإشاعة وعليش هبطت في موقع ما يعرفوا حد وشنو النجم يصير بعد ولهبط الإشاعة أكيد عنده هدف شنو الهدف انت شوف خلينا نكمل جوست فرضيت أنه رسالة موجودة روي نجم أي مواطن بعضها ربما تنجم ش تتصور رئيس جمهورية ولا رئيس حكومة أنا كنت مثلا وزير في رئيس الحكومة الشي نجم يجي رسائل روي حاجة من وراء العقل معناتها كي جي رسالة كما هكا روي ما وش معناها وش معناتها هو بأنه معناتها المؤسسة اللي جاتها رئيسة الجمهورية ولا غيرها تبناتها وباش تطبقها وكذا جات رسالة يحطوها يلا رشيف خاصة تنكي يبدأ فيها كلام من نوعه والمسان دي لرئيس قيس سعيد عندهم مدة يحكيوا على الفصل ثمانين وتفعيله وبقنا اللي هون مستحيل لنجم بالربط اليوم المسألة اللي تسرع لها مين اللي هي مهمة هي شكون المستفيد يبدو أنه معناتها المعادين لقيس سعيد يحبوا يضعفوا موقره أو يستدع شنو معناتها أنا كنشوف قيس سعيد الناس اللي حاولوا نواب وكتل وكذا يحكيوا على الفصل الثمانين وتفعيل الفصل الثمانين شنعمل نخرجوا الفصل الثمانين في صورة انقلاب باش نسكر الباب بلغتنا درجة نحرق الفيلم ها يا سيدي الفيلم كنتوا تحكيوا عليه وزيد نلسق في صورة الرئيس إنه استبداد وماهوش ديمقراطي اللي معناتها البلاد في رعيان ما تتحملش هالحجم من العرك والتصعيد المتواصل في إنه على وثيقة ما فهمش منها ثنين كان من المفروض الموقع إنه يتصل بريئيسة الجمهورية يسئل الوثيقة هذه موجودة ما هيش موجودة فمشكون ومن بعد نجم يخرج يقول اتصلنا بيوم رفضوا يجاوبونا ولا ما حبوش يعالقوا ولكن ظاهرة اللي هي ثنين وثيقة هذه منين نجم تخرج يا من اللي يبعثها يا من اللي يستقبلها فماش طرف ثالث كان يصحيحها كان موجودة دونك أنا نستغرب إنه رئيسة الجمهورية هي اللي تخرجها ما عندها حتى مصلحة حتى ولو فرضا فرضا ما عنداش حتى مصلحة دونك يولي نجم يكون فماش تكون بعثها و خرجها باش يثير الموضوع هذا بقى إنه راوى رايي الكلام على مكلابات اليوم معنا في تقديري كلام فارغ تو هاجر تفقنا صباح النور هاجر عبش نرجع نحن نكملوا معها جزت كليمة جزت كليمة أخيرة عامين الناس هذية اللي كل مرة تحكي على مكلابات راوي النجم يسير لها كما يقولوا الفرنسيس سولويكي قولو عرفتك الحكاية اللي حكي وعلى اللي صغار اللي واحد كل مرة يعي بشيكلني 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 ومبعد يجي قولو نهارت اللي جاذيب بشيكلوا ما صدقوا حتى حد احنا هالناس اللي ما انت قاعد سمحني الباناليز في حكاية الانقلابات وكل كلمتين هاو انقلاب هاو بشيصير انقلاب راهوا هذو ما ناس قاعدين عن وعي وإلا على وعي قاعدين يمهدوا انه نهارت لقدر الله تصير حاجة من نوع هذية الناس اللي كل بشيقولوا تيي حكاية عرفتك هو هل المناخ السياسي اليوم في تونس والاجتماعي والاقتصادي والصح معتا قد يكون ممهد فعلا السرتو فعلا انقلاب من نوع هذية لا لا نحكي بصفة عاما لانه مثلا ما نجمش يصير حاجة ما نجمش يصير انقلاب كده الامور مريقلة علش بشي يصير لا لا معا ولكن هذية معتا الانقلابات اللي يتحكي عليها من الثورة اليوم كلها انقلابات من داخل السلطة للماش نحكي لذلك نحكي على معتا اي لا حاجة اخرى الوضع في تونس معتا شروط العملية بش الناس تكون بانقلاب في تقديري ماهيش متوفرة ولكن الانقلاب هذية ذكرتني في نقطة يجي يقول لك بش الناس معاش تخلص الضو معاش تخلص يا احنا بلاد فالس وندوروا نطلبوا الفلوس من بلاد لبلاد بش يجي واحد يقول هاي نزيدوا فالسوعة تعرف شنو اللي يقرأ الوثيقة هذي ياخذ انطباع على انه المشهد السياسي في تونس يشبه للجو متاع القصرة متاع كينيا ما كانش عرفتها كلا ايش اسمه مصمار وبقراج وبقراج وكذا معتا طريق برد سطور وصطور هذا كله لا علاقة بالواقع حاب نقول لانتوانسا اللي يسمون فينا ميصدقوش الخرافات هذي وروه هذي كله معانيتها انتاج متع طبقة سياسية غير قادرة انها تحكي في الصحيح اللي هو ايش باش نعمل في صندوق النقد الدولي كيفش باش نحلو مشكلتنا المالية شنية الاصلاحات اللي باش نعملوها كي مانيش باش نعمل نخترعو حاجات اخرى باش نس تلاحي روح وابا